تعرفين ان كهرباء طبعا متقلق مع النادي الاهلي في الفترة الحالية ولكن كهرباء يوم 10-6 يوم 10-6 مفروض هيبقى الاستئناف على قرار ايقافه من جانب محكمة الكاس هيبقى فيه قرار من الرد على الاستئناف يعني اللي قدمه الكهرباء على قرار ايقافه من جانب محكمة الكاس اللي هي المحكمة الدولية الرياضية يوم 10-6 القادم عشرة-6 القادم هيبقى فيه قرار على الاستئناف اللي كان يعني بيسموه تظلمة او استئناف اللي كان كهرباء مقدمه عشان العقوبة بتاعته فيوم 10 ده يعني لو تيجوا معايا كده نفكر تاريخ يوم 10 ده 6-10-6 ده اللي هو قبل النهاية افريقيا مباراة العودة بيوم للنهاية افريقيا المباراة الاولى هتقام هنا في مصر ان شاء الله في السادة القاهرة يوم 4-6 مباراة النهاية يوم 11-6 فالندي الاهلي عايز يخلص المشكلة بتاعت كهرباء عشان ما يجيش يحصل اي حاجة في قرار المحكمة الدولية الرياضية اللي هي الكاس ومسلا كهرباء لقدر الله ما يلعبش المباراة النهاية في المغرب اللي هي مباراة يوم 11 ان يوم 10-6 المحكمة الرياضية الدولية هتدي قرار او يعني هتدي قرار في الاستئناف اللي كان عامله كهرباء ضد العقوبة بتاعته فالاهلي اللي انا عرفته الاهلي خلال الفترة الحالية بيحاول يخلص مشكلة كهرباء عشان ما يفقدش كهرباء في مباراة مهمة حساسة اللي هي نهاية افريقيا امام الوداد المغربي الاهلي طبعا استأنف تدريباته استعدادا لمباراة يوم الثلاثة النهاردة الاهلي اتمرن وبدأ تدريباته بعد بقى المباراة الترجي وكان الفريق خد يوم اجازة اللي هو يوم السبت مبارح والنهاردة الاهلي استأنف تدريباته استعدادا لمباراة امبي في الدوري ان الاهلي عنده 3 مطشات وراء بعض في الدوري عنده مطش يوم الثلاثة مع امبي وبعدين عنده بعدها بتلاثة يام حيلعب مع طلاع الجيش اللي هو يوم 26 23 الاهلي وامبي وبعدين يوم 26 الأهلي هيلعب طلاع الجيش وبعدين 29 هيلعب سيراميكا وبعدين يستعد بقى لمباراة الوداد يوم 4-6 إن شاء الله اللي هتقام هنا في القاهرة هيبقى عنده حوالي 5-6 أيام فارق ما بين ماتشي سيراميكا ومباراة الوداد المغرب إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي بإذن الله نحن الفترة القادمة دي طبعا بعيدا عن ماتشاط الدوري يعني طبعا إحنا ماتشاط الدوري الأهلي يكسب يخسر يتعادل دي مش قصتنا إحنا مع النادي الأهلي في بطولة أفراقيا إحنا في المسابقة المحلية هنا إحنا محايدين مع جميع الناس الأهلي بقى عنده ماتشاط مؤجلة يكسب يتعادل يخسر إحنا طبعا مع النادي الأهلي خلال بطولة أفراقيا ومسندين للنادي الأهلي خلال بطولة أفراقيا نهاية أفراقيا زي ما قلت لكم كل يوم وبنتكلم يعني مباراة حتى خدوا منشط ليا كده على موضوع إن الأهلي وصل لنهاية أفراقيا بدراعه الناس زعلانا يعني فيه ناس زعلانا يقول لك أصل الكريم شحاتا بيجامل الأهلي لأن الأهلي وصل لنهاية أفراق يا بدري أنا قلت إيه يا جماعة مبارح في الحلقة قلت حاجة إيه الأهلي كان عنده توفيق كبير جدا توفيق كبير جدا إن الهلال السوداني أطهر الطهر يضيع ضربة جزاء ولو كانت ضربة الجزاء دي جاءت كانت الأهلي هيخرج من البطولة أنا قلت كده ولكن بعد ضياع ضربة الجزاء دي فيها توفيق وفيها حظ إن الأهلي يعني يبقى عنده فرصة بسبب ضيع ضربة الجزاء لكن بعد كده قلت إيه قلت إن الأهلي بدريعه وصل لنهاية أفراقية ودي الحقيقة يعني كان فيه في الجزء الأول من كلامي إن فيه توفيق وفيه حظ إن الهلال السوداني ضيع ضربة جزاء والأهلي يبقى عنده فرصة إنه هو يوصل بس بعد كده الأهلي بدريعه بدريعه إزاي الأهلي كسب الهلال 3-0 في استاد القاهرة ده بدريعه يعني بقوته الأهلي كسب الرجاء في القاهرة 2-0 في دور الثمانية وتعادل في المغرب 0-0 يبقى الأهلي بدراعه سالناس بتقول إيه إن أنا بجامل الأهلي لا أنا قلت مبارح إن الأهلي كان فيه جانب كبير من التوفيق في ضيعة ضربة الجزاء اللي أحيت أمل الأهلي في البطولة إن هو يستمر في البطولة وبعد كده بقى الأهلي بقوته وبدراعه كسب كسب الهلال 3-0 وكسب الرجاء في دور الثمانية وكسب التراجي رايح جاي في الدور قبل النهائي فالأهلي بدراعه وصل للنهائي لكن في استمرار الأهلي في البطولة في دور المجموعات كان بسبب التوفيق والحظ في ضربة الجزاء بتاعت أطهر الطهر اللي ضعت يعني ما قلتش حاجة الناس بتاخد نص الكلام ويقول لك أصله كريم ومش عارف إيه يعني فيه ناس كتير كلمتني النهاردة انت عملت جامل الأهلي أنا مش بجامل الأهلي إحنا قلنا إحنا هنا دايما في البرنامج مع أي فريق مصري بيحقق إنجاز للكرة المصرية نادي الأهلي للمرة الرابعة على التوالي بيوصل نهاية أفريقيا في أربع سنين متتالين يا جماعة يعني نازم نوقف جامل نادي الأهلي إيه المشكلة يعني آه أنا زمالكاوي ويحب الزمالك وكل حاجة لك إحنا هنا برنامج رياضي والأهلي بيلعب في بطولة خارجية بطولة أفريقيا ليه ما نشجعش الأهلي إن الأهلي ياخد البطول إيه المشكلة يعني لما الزمالك يعني ممكن الناس تقول لك يا عم كريم ما فيه ناس تانية مش عارف إيه أهلوية لما الزمالك بيلعب بيبقى عايزين الزمالك يخسر أنا مليش دعب حد أنا بتكلم على شخصيتي أنا أنا مع أي فريق مصري بيلعب في الطولة خارجية بيشرف مصر على الأهلي حنشجع الأهلي في أفريقيا مع بيرامدس حنشجع بيرامدس في أفريقيا مع الإسماعيلي مع المصري مع فيوتشر حنشجحهم مع الزمالك ده النادي لأنا بعشقه أساساً هشجعه في أي حت في أي حتة هشجعه لكن في مطشط الدوري هنا احنا محايدين بقى مع الجميع فلا الناس اللي بتزعل احنا بنقوله أنا حسند الأهلي لا حسند الأهلي المشكلة الأهلي يكسب وإن شاء الله ياخد بطولة أفريقيا ويعمل إنجاز كبير ويشرف مصر ويشرف نفسه المشكلة يعني أنا مش شايف إن فيها حاجة عيب حتى لو أنا زمالكاوي أو الناس بتزعل مش عارف ليه يعني أنا يعني دي قناعاتي ودي شخصيتي مش هغيرها يعني موسيقى